وزير الخارجية الروسي سرقي لافروف اتهم سلطات كييف بمخالفة اتفاق جونيف وبأنها لا تفعل شيئا لاستقصال جذور الأزمة كما قال في مؤتمره الصحفي وينص هذا الاتفاق على نزع سلاح المجموعات المسلحة وإخلاء المباني الحكومية في العاصمة كما في المدن الشرقية لأوكرانيا وأضاف لافروف أكثر الأمور أهمية الآن هو منع أي نوع من أنواع العنف إنها النقطة الأولى من اتفاق جونيف والمطلب الأول لجميع الذين يواجهون بعضهم بعضا في أوكرانيا اليوم من هذه الناحية وغيرها اتفاق جونيف لم يتم تطبيقه فقط بل اتخذت إجراءات من قبل هؤلاء الذين يمسكون بالسلطة في كييف تنتهك بشكل فاضح اتفاق جونيف من جهة ثانية صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون فدرالي يتضمن تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الروسية للمتحدثين باللغة الروسية ولمن عاش أو لمن كان أقاربه من الدرجة الأولى قد أقاموا على الأراضي التابعة للإمبراطورية الروسية أو الاتحاد السوفيتي ضمن حدود روسيا الاتحادية شرط انتقالهم للعيش فيها مع تخليهم عن جنسيتهم الأجنبية